السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة الجدار هذه الحلقة صفاء خاصة الموضوع تحددت عليه السنة الماضية وتعلق الأمر بموضوع المنحة الدراسية في الولايات المتحدة الأمريكية وقلت ما معناه أنه كطالب international student قادم للولايات المتحدة الأمريكية للدراسة يعني طالب يقتن خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويريد الدراسة في أمريكا يجب عليه أن ينسى أقولها أن ينسى موضوع المنحة الدراسية لأن هناك بعض الإخوان مثلا أعطي مثال من المغرب يتصلون بي ويقولوني أريد الدراسة في أمريكا مثلا الجامعة تقدم منها أول شيء أول شيء يعني إذا لا تريد مثلا أخذ كلامي بمحمل الجد كما يقولون أول شيء قررت الدراسة في المتحدة الأمريكية وجدت الجامعة التي تريد تصل بالجامعة سألها عن دراف المنحة كل متأكد بالنسبة للقادم للدراسة بعد حصولي على البكالوريا ليس هناك منحة هذه كل متأكد المنحة ممكن بين قوسين كما قلت بين قوسين بالنسبة للإخوان الذين يدرسون مثلا المصر والدكتوراه الإخوان الذين جاءوا لدراسة المصر والدكتوراه ومتفوقون أقول متفوقون في دراستهم أوكي فبعض المرات هناك منحة دراسية تدفع لهؤلاء الطلبة أما أنت كطالب دولي أو ما يسمى الانترناشنل سن أو ما يسمى مبتعد أو مبتعد أعتدر إذا قمت بغلط قادم نويت المتحدة الأمريكية من أجل دراسة وفي نيتك الدراسة والحصول على منحة فأنت غلط بهذا المعنى ففي هذا الفيديو سوف أضع رابط يعني بحثت كثيرا عن هذا الموضوع سوف أضع رابط لجميع المنح المتوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية باي ستيت يعني أن الموقع التي سوف أضع في الأسفل سوف تدخلون على الولايات التي تريدونها مثلا دهب للجامعة مثلا أنا أريد ذهب للدراسة بكاليفورنيا سوف أذهب وأضغط على كاليفورنيا وأبحث عن جميع المنح المنوحة في ولاية كاليفورنيا سوف ترون بأن هناك منحة ألف دولار ألفين دولار خمسمائة دولار وسوف ترون الشروط هناك منح تعطى للنساء هناك منح تعطى للأقليات هناك منح يعني هناك سوف ترون بأعينكم لأن هذا الموضوع كان خلق عديد من المشاكل لأن هناك ناس يعني مساكين صراحة ليس لديهم خبرة ليس لديهم معلومات عن الدراسة في المتحدة الأمريكية لا يفهمون بأن الدراسة في المتحدة الأمريكية مكلفة وهي بيزنس يا ناس دراسة في المتحدة الأمريكية بيزنس يعني تجنين المتحدة الأمريكية الأموال من ورائها هناك بعض الدول العربية التي تبعت طلبة للدراسة في المتحدة الأمريكية وتمنحهم منها من دولهم يعني الدول العربية يعني مثلا هناك سعوديين أو إماراتيين أو قطريين أو غير ذلك يأتون للدراسة في أمريكا أو بريطانيا ويحصلون على منها ربما هم متفوقين في دراسة بلدانهم الله أعلم لكن هناك ناس يدرسون في العالم الغربي يعني بمنح مدفوع من بلدانهم أما أنك تأتي لأمريكا وفي نيتك الحصول على منحة الدراسة لا نسأ هذا الموضوع دراسة في أمريكا أي واحد يريد دراسة في أمريكا أن يدفع مصارف الدراسة كما قلت مصارف الدراسة في أمريكا تختلف من الإنسان يقتن خارج الولايات المتحدة الأمريكية والإنسان الذي يقتن داخل الولايات المتحدة الأمريكية سواء هو مهاجر قانوني في أمريكا أو حاصل على الجنسية هؤلاء يجدون دعم ومساعدات لكن بالنسبة للإخوان القديمين كطالب من خارج الولايات المتحدة الأمريكية فعليه التركيز على شيء واحد هو إيجاد مصاريف أموال كافية للدراسة وإلا فإنه سوف يتعب في دراسته هناك بعض الإخوان الذين يقولون بأنهم سوف يقومون بموضوع أو فيزا ستونت فقط للقدم لأمريكا وبعد ذلك حرق الفيزا والاستمرار هنا أقولها صراحة هناك مشاكل هناك مشاكل والله العظيم هناك مشاكل سوف تجدونها يمكن أن تشتغل لكن يمكن أقول يمكن لكن كطالب ليس هناك عمل وقلت سابقا بأنه حق الطالب هو 20 ساعة في الأسبوع الاشتغال يعني مساعدة نفسه أما كالساكن ترونسبورتيشن ناقل آكل لباس الكتب لابوراتوريز يعني المختبرات هذه الأشياء كلها من جيبك هذه أولا ثانيا هناك العديد من الجامعات التي تفرض على الطالب الساكن في الحي الجامعي لكي يكون قريبا من من دراسته يجب أن تعلمون أن الدراس في المتحدة الأمريكية ليست كتدراسة في الغرب في الدول العربية يعني مثلا تدرس من الساعة 8 صباحا ساعة 3 وبعد ذلك تذهب إلى المنزل وتلعاب هذا الأشياء لا هناك أنت مطالب بالقيام بعروض القيام بأبحاث القيام بريسورش بيبر يعني وقتك كله يعني تقريبا تسعين في المئة وقتك كله للدراسة والبحث العلمي تذكر أنه عندك امتحانات تقريبا كل يوم كل يوم امتحان أو كل أسبوع امتحان في الدراسة في أمريكا لاستسألة وخصوصا بالنسبة للإخوة الذين يريدون التخصص في بعض يعني الشعب العلمية يعني كالهندسة والصيدالة والطب والأشياء ليس لك الوقت للاشتغال يعني سبع ساعة ثمان ساعة يعني لن 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 أنت متمكن من النجاح في دراستك كن متأكد على الأشياء وعندما لن تتمكن وعدما يتم تردك من الجامعة كن متأكد أنك معرض للترحيل هذا شيء لا يعني لا 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 رجعت فيه فأنا أقول هناك بعض الإخوة الذين حرقوا الفيزا واستمروا هنا في أمريكا لغاية ما يعني تجو تجو تزوجوا وحصلوا على أوراق يعني الإقامة نعم لكن الأغربي الساحقة أو القانون أقول القانون أتحدث بالقانون هناك ناس الذين يعني لم يستطعوا الاستمرار في الدراسة وتم يعني ترحيلهم فهذه الأشياء ففي نهاية الحلقة أقول الموقع سوف تجدون أسفلها دخل على الموقع ضغط على الولايات تريدون الذهاب إليها سوف تعطيكم لائحة بجميع المنح الممنوحة في تلك الولايات عفوا إذا وجدت منحة تناسبك قدم على لكن على العموم أقول على العموم من الصعب إيجاد منحة بالنسبة للإنترناشن ستيدن أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته